الإنسان إذا فقد عزيز أو الإنسان بطولية بامتحان شديد زي ما نبي عليه الصلاة والسلام علمنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني الإنسان يعني المؤمن دايما يضبط نفسه قدر الطاقة أحيانا بيقع الإنسان ويرجع إذا وقع أو إذا أخطأ فلطن في عمل أفعال الجاهلية دي يبقى عليه إيه؟ أنه يتوب من هذا الفعل لأنه هذا الفعل لا يجوز أن يخرج من إنسان مؤمن لأنه المؤمن عنده تسليم عنده رضا عنده قبول بما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى فالإنسان يتوب أن دم توضى يبقى يندم بقلبه أو بقلبها أن هي وقعت في هذه المعصية وإن أنا أعزم أني ما عملش كده تاني وإني على طول يلهج لساني بذكر الله تعالى وكثرت الاستغفار أن أنا عملت كده وأتبع ذلك بالصالحات من الأعمال حتى تبدل هذه السيئات إلى حسنات وده من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى أنه إذا تبنا وصدقنا في التوبة وتبنا توبة نصوحة